خمس جوائز رائعة للذاكرين الله فتح وشرح وطرح ورزق ورضا بسم الله الرحمن الرحيم عيش مع ذكر الله ايو عتسيب ذكر الله طول ما انت عايش بذكر الله انت في امان انت في طمأنينة انت في حالة من اجمل حالات حياتك ذكر الله هو اللي هيحميك في الدنيا ديا ويحافظ على صلتك بربنا طول ما انت عايش عشان كده بقولك ايو عتسيب ذكر الله خمس جوائز رائعة لللي يعيش بذكر الله فتح وشرح وطرح ورزق ورضا اما الفتح فلا يمكن تذكر ربنا سبحانه وتعالى الا ويفتح لك باب من القرب بينك وبين الله لازم يحصل فتح في اليوم اللي حتذكر فيه ربنا يقول الله تعالى فاذكروني اذكركم يعني ايه يعني اللحظة اللي حتذكر فيها ربنا تتفتح قناة اتصال بينك وبين السماء فيذكرك الله عايز ايه احلى من كده فتحي من الله اتنين شرح لازم اذا ذكرت الله تشرح صدرك لازم تنزل عليك السكينة والطمأنينة بوعد من الله في القرآن الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا الا يعني والله الا بذكر الله تطمئن القلوب تلاتة طرح لا يمكن تذكر ربنا الا ويطرح عنك الخطايا والذنوب يقول الله تبارك تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيمة يعني ايه لازم يتغفر لك في اليوم اللي انت حتذكر فيه ربنا اربعة رزق لا يمكن تذكر ربنا الا ويفتح لك باب رزق كبير الناس اللي محتاجة الارزاق في الحياة خاصة الاستغفار يقول الله تبارك تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدتكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا عايز وعد اكتر من كده ايه لو ذكرت ربنا واستغفرت كل يوم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة ورزقه من حيث لا يحتسب خمسة والاخيرة رضا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهاري لعلك ترضى لعلك يعني وعد يعني اكيد لا يمكن تسبح بحمد ربنا صبح وليل الا لازم ربنا يرضيك اذكروا ربنا يا جماعة خلي لك ورد ذكر كل يوم تلت ساعة والله العظيم يفتح عليك فتح كبير اللهم افتح علينا واشرح صدرنا واطرح عنا خطايانا وارزقنا رزقا واسعا وارضى عنا وارضنا ببركة الذكر يا رب العالمين انشروا الكلام ده وعيشوا بذكر الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله